انك تقدر توصل للفرحة تنور قلوبهم ومش بس كده ده النور اللي فيها ينور مصر كلها واراضيها هي دي الرسالة وهو ده رد الجميل البلد دي دفعت تمن كبير قوي عشان تصل الى ما نحن فيه فيه طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وقصر دول دفعت تمن ده ليه عشان البلد دي تعيش احتفلنا بالشهيد مش محتاج مناسبة ولا موعيد يمكن المناسبات هي اللي بتستمد بهجتها من ذكرى الشهيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيحرص كل عام على الاحتفال بالعيد وسط ابناء الشهداء والقوات المسلحة المصرية كانت على عهدها في تقديم كل سبل الرعاية لأسر الشهداء وأبنائهم رسالة حب وممر محبة من الزملاء والأحباب بنقدمها ليهم كل واحد متأكد ان اي هدية مجرد ذكرى مش اكتر لناس غاليين انا اول ما دخلتي من مدازة حسيت بفرحة كبيرة والزمالي شايفيني وبسقفولي فكان الموضوع ده كان مفرح ناوي وليفتك مكتوبة على اولاد البطل دي كانت برضو مفرحان حسيت الله انها فخور ببابا ده الحام اقول له كل سنة وحضرتك طيب يا رئيس ويعني ربنا يوفقك ويقويك على كل المجهود اللي انت بتبزله عشان ناوي وعشان ابناء الشهداء وعشان البلد كلها ومجسي جدا على الحاجات ويعني اشكروه أنا والولاد لان في أوقات كتيرة قوي بحس دايما بالدعم وباستند منهم الحمد لله اللي ربنا عطهوني واللي ربنا اخده مني الحمد لله يجعله شهيد في الجنة هو عريس الجنة يجعله اعيده في الجنة ابني بطل ويعاش لمصر بطل ولو قديش عايز رجالة مني تاني ياخد العيالي التانية اقول له رئيس ابنا خليك ويحروسك للبالة وبنا يجددنا على الإرهاب انا حابة اشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهداية دي ودايما فكرنا ودايما حاطت أسر الشهداء عنده أولوية وده شيء طبعا بيساعدنا جدا وحابة اقول له كل سنة وهو طيب وكل سنة ومصر كلها طيبة واتمنى طبعا ان مصر كلها تفضل عايشة في سلام وأمان تحت ظل الرئيس بأمر الله هقول له ألف مبروك انت وصلت المرتبة أكبر بكثير من اللي احنا نتمنى ألف مبروك يا ابن انا فرحة لك أصلا قابلها بأسبوع أنا حاسة أنه هو في حاجة جاي لي هاتف اللي محمود هيستوشد هو قابلها بشهرين كان بيقول لي أمي نفسها استوشد بس هو الحمد لله يعني أنا بحمد ربنا بشكل فضل هو كان راجل ويستهلها كان جاله التجنيد فلمحمود راح فلقيته بيقول لي كوات صعقة أنا حسيت بفخر الصراحة لأمانة ربنا أنا حسيت بفخر أشكر رئيس كوموريم اللي هو عاملونا دوت ولي بيعملونا بأمر الله وربنا وفاه وربنا في له فيه طول عمرنا فخرين بيك وانت كنت شرف وانا تشرفت ان انا كنت زوجتك جلت إذنك وتشرفت بالسبع سنين اللي أنا عاستم عليك رئيس عباة عزيزي وبيخطب في ليلة الأدل من طريقة إلقاءه وطريقة إخلاصه لوطنه والله بكيت اللي بيطلعه ويطلع بالقلبه لإخلاصه عمله ويتمنى لكل واحد مصري يعرف إيه بالطلب البلد دي أحب أشكر سيادة الرئيس على إنه هو فاكرنا ودائما مش نسينا ومعينا في كل مناسبة أنا بشكر الرئيس عبد الفتح السيسي على يعني هو جبر بخاطرنا وبعد حضرت كلنا طبعا الواحد يحس بفرحة كبيرة جدا جدا تكون القوات المسلحة تتيجي لحد هنا وتشرفنا بنفسها وتخلى حضراتكم تجولنا لحد هنا تخلى انت باع عند الناس كلها إن القوات المسلحة تنساش حد وأحب أقول لي الزماني محمد ربنا يحميكم هو طبعا كلنا نتمنى الشهادة ده شرف العيب أنا قادم لإني محمد كان راجل وعاش راجل ومات راجل كل سنة طيب يا رئيس مشكلة إن انت افتكرتنا في العيد وكل سنة تفتكرنا على صغير من إذن الله النهار ده يوم العيد كلنا جايين عشانكم نفسنا نفرح قلوبكم مصر ما بتنساش وجودكم مصر ما بتنساش شهيد اليوم بعيد تحت فال بنصر عنوانه الشهيد لسه عايش في قلوبنا ومش بعيد كندي مصري يعني قوة من حديد يا شهيدنا مرتاح احنا هنكمل كفاح لسه المشوار طويل كيل وبيسلم لجيل كيل وبيسلم لجيل كيل وبيسلم لجيل اشتركوا في القناة